السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالبداية أحب أهديكم بقدوم شهر رمضان المبارك وأدعو الله أن يرزقكم الخير وأن يمنى عليكم من فضله وكرمه موضوعنا اليوم هو الاستثمار في أسم الذكاء الاصطناعي هذه الأسم أخوان ليست توصية شراء لنشرها لكم لتعمل فائدة أصبح للذكاء الاصطناعي وبرمجيات التداول تأثيرا واضحا على أسواق المال حيث ساهمت ثورة الذكاء الاصطناعي في تغيير مفاهيم التداول والاستثمار في أسواق المال العالمية وخصوصا أسواق العملات والأسهم لتصبح الآن أكثر دقة من خلال ما تقدمها ومن حلول عصرية لفتت انتباه المضاربين في الأسواق وتسارع العديد لاستخدام تلك البرمجيات المتطورة لتحقيق عوائد جيدة ومخاطر تتناسب مع تلك العوائد وتم اختيار هذه الأفضل خمس أسهم من الموقع المشهور مالتلي فول وراح تكون نبذة مختصرة عن هذه الخمس شركات إن شاء الله مع عراء المحللين من وول ستريت قبل أن ندخل بتفاصيل الشركات أرجو منكم أخواني دعم القناة باللايك والسبسكرايب ونتوكل على الله وندخل بأول شركة أول شركة من هذه القائمة أخوان عدنا هي شركة انفيديا السمبل مالتها انفي دي اي استفادت شركة انفيديا رائدة في مجال شرائح الرسومات من طفرة الذكاء الاصطناعي حيث أصبحت بطاقات الرسومات الخاصة بها المعيار الفعلي في مراكز البيانات حول العالم تدعم رقائق وحدة معالجات الرسومات جي بي يو المستخدمة بشكل أساسي لعرض ألعاب الفيديو تستخدم بطاقات رسومات انفيديا لتسريع مجموعة متنوعة من مراكز البيانات لكن الذكاء الاصطناعي هو أحد القوى الدافعة وراء نمو الشركة وفي مجال السيارات ذاتية القيادة هي مجال آخر من مجالات التركيز تطور الشركة العنظمة الأساسية بما في ذلك الأجهزة والبرامج التي يمكنها تشغيل ميزات مساعد السائق بالإضافة إلى القيادة الذاتية بالكامل والسيارات ذاتية القيادة عليها معالجة كميات هائلة من البيانات من أجهزة استشعار وكاميرات متعددة في الوقت الفعلي واكتشاف الأشياء مثل المشات والمركبات الأخرى واتخاذ قرارات معقدة أنها تتطلب قدرا هائلا من قوة الحوسبة وهذا بالضبط ما توفره شركة أنفيديا ويمكن في يوم من الأيام استبدال بطاقات رسومات أنفيديا بمعالجات أكثر تخصصا مصممة للذكاء الاصطناعي ولكن في الوقت الحالي فإن الشركة في وضع يحسد عليه أما توقعات المحللين اللي هم 34 محلل من وولد ستريت للسهم لأعلى ارتفاع خلال التسع أشهر القادمة هو 350 دولار وأقل انخفاض هو 175 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 272 دولار و 31 سنت أما سعرها الحالي هو 267 و 71 سنت هذا بالنسبة لأول شركة أما شركتنا الثانية اللي هي IBM والسمبل مالتها IBM تعد شركة التكنولوجيا القديمة IBM مزولا متكاملا للأجهزة والبرامج والخدمات لعملاء المؤسسات الكبيرة لا تزال أنظمة الكمبيوتر المركزية الخاصة بها منتشرة في كل مكان تمثل استراتيجية IBM مع الذكاء الاصطناعي في تطبيق التكنولوجيا بطرق تزيد من الذكاء البشري يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة IBM لإنشاء خطط رعاية فردية وتسريع عملية طرح الأدوية الجديدة في السوق وتحسين جودة الرعاية في صناعة الخدمات المالية تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء في المهمة الشاقة المتمثلة في الامتثال التنظيمي المالي صنفت شركة أبحاث السوق IDC شركة IBM على أنها الشركة الرائدة في منصات برمجيات الذكاء الاصطناعي وتتمتع الشركة بمكانة جيدة للاستفادة من طفرة الذكاء الاصطناعي فإن شركة IBM تعد خيارا جيدا أما توقعات المحللين اللي هم عليهم 11 محلل من وولد ستريت يتوقعون أعلى ارتفاع الخلال التسع عشر القادمة هو 160 دولار وأقل انخفاض هو 110 دولار ومن توسط السعر المستهدف هو 143 دولار و 56 سنت وسعرها الحالي هو 125 دولار و 57 سنت هذا بالنسبة لشركتنا الثانية أما شركتنا الثالثة اللي هي مايكرون تكنولوجي السيمبل مالتها MU تقوم الشركة بتصنيع شرائح الذاكرة بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي وذاكرة الفلاش الموجودة في محركات أقراص التخزين ذات الحالة الصليبة مأظم ما تصنعه الشركة عبارة عن منتجات سلعية مما يعني أن الأرض والطلب يفرضان الأسعار في عام 2021 كان الطلب على رقائق الذاكرة قويا مدعوما بنمو شبكات الهاتف المحمول والجيل الخامس والحوسبة السحابية في المستقبل سينمو الطلب على رقائق الذاكرة فقط بشكل خاص في صناعة الذكاء الاصطناعي والسيارات الذاتية القيادة خير على ذلك تنتج جميع أجهزة الاستشعار والكاميرات الكثير من البيانات حوالي 1 جيجا بايت في الثانية وفقا لتقديرات الشركة تحتاج مراكز البيانات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي إلى مساحة كبيرة من الذاكرة وكذلك الهواتف الذكية التي قد تقوم بعمل الذكاء الاصطناعي تستخدم أجهزة الآيفون الأحدث على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي مع وظيفة الكاميرا لإنتاج صور محسنة من المحتمل أن تظل الشركة متقلبة بسبب طبيعة أعمالها على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقود الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة على المدى الطويل أما توقعات المحللين اللي هم عددهم 12 يتوقعون أعلى سعر مستهدف للسهم خلال 19 قادمة هو 80 دولار وأقل الخفاض ممكن هو 55 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 62 دولار 27 سنت وسعر الحالي هو 61 دولار 34 سنت هذا بالنسبة لشركتنا الثالث أما شركتنا الرابعة اللي هي شركة أمازون والسيمبل مالتها AMZN لا توجد شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع أكثر من شركة أمازون على الرغم من أن أمازون بدأت كباع تجزئة عبر الأنترنت إلا أن التكنولوجيا كانت دائما في صميم الشركة اليوم تستخدم أمازون الذكاء الاصطناعي في كل شيء بدءا من أليكسا وهي تقنية تنشيط الصوت الرائدة في الصناعة والكثير وتستخدم أيضا شركة أمازون الذكاء الاصطناعي لتحديد تصنيفات المنتجات حتى عمليات أمازون اللوجستية تستفيد من براعتها في الذكاء الاصطناعي والتي تساعد في الجدولة وإعادة التوجيه والطرق الأخرى لتحسين دقة التسليم وكفاءته سيكون تسليم الطائرات بدون طيار الذي سعت الشركة إلى تنفيذه منذ فترة طويلة تطبيقا آخر للذكاء الاصطناعي لشركة التكنولوجيا العملاقة من الصعب تهديد تأثير الذكاء الاصطناعي على عمال أمازون ولكن من الواضح أنه أنصر رئيسي في الميزة التنافسية للشركة طوال تاريخها كانت أمازون في طليعة التقنيات النائشة مثل التجارة الإلكترونية والكتب الإلكترونية والحوسبة السحابية وتدفق الفيديو والتكنولوجيا التي يتم تنشيطها بالصوت يوفر الذكاء الصناعي الكثير من البنية التحتية التي تساعد الشركة على الانتقال إلى عمال جديدة بسرعة وفعالية أما توقعات المحللين من والستريت اللي هم عالدهم 12 محلل يتوقعون أعلى سعر مستهدف للسهم خلال التسع أشهر القادمة هو 192 دولار وأقل انخفاض هو 106 دولار وأما المتوسط المستهدف للسهم هو 136 دولار و86 سنت أما سعر الحالي هو 98 دولار و49 سنت هذا بالنسبة لشركتنا الرابعة أما شركتنا الخامسة والأخيرة اللي هي C3.AI السمبل مالتها AI والشركة تعتبر من عمالقة تقنيين متنوعين أو صانعي شرائح لديهم بعض الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي فإن الذكاء الاصطناعي هو التركيز الكامل لشركة C3.AI كما تسمح برمجاتها للشركات بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبيرة تساعد أدوات الشركة عملائها على تسريع تطوير البرامج وتقليل التكلفة والمخاطر ولديهم مجموعة متنوعة من التطبيقات على سبيل المثال يستخدم سلاح الجو الأمريكي الجاهزية C3.AI للتنبؤ بفشل أنظمة الطائرات وتحديد قطع الغيار وإيجاد طرق جديدة لزيادة قدرة المهمة ويمكن أن يجعل الشركة فائزا كبيرا على المدى الطويل على الرغم من أن سوق AI يتطور ويمكن أن يجتذب المنافسة من البنية التحتية السحابية الكبيرة مثل أمازون ومايكروسوفت أما آراء المحللين من وولد ستريت اللي هم 12 محلل يتوقعون أعلى سعر مستهدف للشركة خلال تسع عشر قادمة هو 28 دولار وأقل انخفاض هو 12 دولار ومتوسط السعر المستهدف هو 20 دولار 71 سنت أما سعرها الحالي هو 25 دولار 29 سنت هذا بالنسبة لشركتنا الخامسة والأخيرة وهذه الشركات الخامسة أخوان اللي تم اختيارها من الموقع المعروف مولتي فول وهي ليست توصية شراء أخوان فقط منشرها لتعمل فائدة وأي شخص يحب يستثمر بهذه الأسهم يستثمر بالصورة الصحيحة يستغل النزول لهذه الشركات وما يدخل بكميات عالية يدخل بنسبة بسيطة الماركت بالوقت الحالي متقلب بسبب الأوضاع المالية للبنوك ورفع الفائدة وأي استفسار بس ترككلي كومنت أسفل الفيديو وإن شاء الله ما قصروا ياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربي يرزقنا ويرزقكم جميعا ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته